أستاذ نبدأ من عندك نقول الحمد لله على السلامة وصولكم من قطر صحيح؟ الحمد لله أول شيء اسمح لي أشكرك واشكر القناة الرؤية واسمح لي رحب في السادة المشاهدين صحيح الحمد لله يعني إحنا ما نترك جهود أو مسابقة أو نشاط بخص الطلاب إلا منشارك فيه على مستوى الأردن أو مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي الحمد لله طلابنا لا ينقصهم شيء إلا أنه نشارك ونثبت حالنا في كل المجالات آخر شيء شاركنا في مسابقة الروبوت في دولة قطر والحمد لله حق قدرنا نحصل على المركز الأول في هذه المسابقة في جميع محاورها ألف ألف مبروح الله يبارك أنا بدي أبدأ مع بقوله ladies first دائما فما نبدأ مع ماريا ماريا أنت أحد أفراد فريق روبو ستارز وانتوا زي ما عم نشوف مجموعة من الكؤوس حوالينا حققتوا لقب بطل العرب في دولة قطر بسنة 2017 هاي مش أول مرة بتحصلوا على اللقب أكيد شاركنا قبل هالمرة قبل مرة فبطل العرب 2015-2017 وأيضا البطولة الوطنية وبطل الأردن 2015-2016 حدثونا عن مشروعكم برافو حدثونا عن مشروعكم اللي حصلتوا فيه على الجائزة الأخيرة بشكل عام كل سنة بتطرح مشكلة حتى يحلوها الفرقة المشاركة فموضوع السنة كان عن الحيوانات كيف نعمل تحالف بين الإنسان والحيوان لحتى نحسن من ظروف معيشة الحيوان فإحنا خطرنا أنه نعمل قفص ذكي بحاكي للطيور بحاكي ظروف معيشته حتى نعمل زي كونترل سيستم للطيور لحتى نقص العوامل بتأثر عليه سواء من رطوبة من حرارة من ماء من أكل فطبعاً ربطنا هذا القفص على أبليكيشن على الموبايل لحتى المستخدم هو قاعد بغرفة تانية بمكان تاني يقدر يعرف حالة طيره أول بأول وما ينسى يعني نحل مشكلة الإهمال بشكل عام حلو كتير يا سلام والله الموضوع متقدم على فكرة سانة طبعاً هو يعني بقدر نتطوره يعني هو موضوع أولي ممكن نسرع مزارع كبيرة على حيوانات أكبر طبعاً أنا قصدت حتى النماذج اللي عم تنطرح الآن كل سنة عمالها بتكون متطورة أكثر ما عاد الموضوع فقط عبارة عن روبوت يؤدي بعض الحركات وأنتو تقوموا في البرمجة فقط لا صار الموضوع حسن صحيح؟ حسان حسان أو لا حسن؟ حسان 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 كطلبة بشكل عام الآن مثلاً أعداد كبيرة من الطلبة يمكن بيحضرونها ماذا يحتاج الطالب في أي مثلاً مسارات مساقات موهبة ميول لازم يكون عنده لا يقدر مثلاً يكون ضمن فريق من هذا النوع حسان في البداية هي مصابقة الأفلال مثل ما تفضلت بطلة روبوتس يعني حتى هم بحكوا إتش مور ذن روبوتس حسان الطالب نفسي لازم يحط هاي الشغلة باله أولاً إذا الطالب ما كان عنده شغف وحب لها الشغلة والفضول أنه أسأل وأضل أجرب هون هاي الركيزة هذا الإشي الأساسي أنه أنا إذا ما حبيت الشغلة مش راح أعطيها كل جهدي مش راح أعطيها مية بالمية فإحنا في روبوتس تارز يعني هذا أول إشي منحاول أنه نوفره أنه أنا أكون حابة الشغلة أنا في مكاني الشغلة المناسب حسا مثل ممكن تعرفوا المصابقة أكثر من محور عندنا جزء المشروع اللي حكت عنه ماريا جزء الروبوت وجزء القيام الجوهرية حسا إحنا كفريق صبيع أعضاء حسام ماريا حسان وفي حمزة ومحمود لما وكاريس الفكرة أنه إحنا منحرس أنه كل واحد نحطه في المكان المناسب بحيث أنه كل واحد حسب إمكانياته ما أحط واحد والله بحب أنه يعمل بحث علمي عنده مهارات في الأمور المتقدمة أحطه في مجال مثلا قيم الجوهرية فإحنا هون هي الركيزة أنه أحط كل شخص في المكان المناسب إذا وصلت لهذه المرحلة والشخص عنده دافئة حاب يتشغله ويكون إن شاء الله راح أوصل لنا الناتج البدية نعم يعني في شيء كتير مهم وما أعرف إذا الأستاذ سائد بوافقني الرأي أنا دائما بحي المدارس اللي بتعزز روح الفريق الواحد لأنه لما يطلعوا من المدرسة ومن الجامعة راح تكتشفوا أنه أي عمل بتعمله أنت دائما جزء من فريق يعني مع عمرك تقدر تكون لحالك وعندنا مشكلة يمكن في بعض المؤسسات أو الشركات أنه كل واحد بده يشتغل لحاله بده يخرب على غيره فإنتو الحلو بينكم قدي أنتو دائما بتشتغلوا بروح الفريق الواحد والنفس الواحد حسام سمعنا عن تقسيم المهام اليوم إذا بدك تخبرنا عن مشاريعكم المستقبلية أو هل مثلا بعد ما تحصلوا على هالبطولة زي ما قالت مريه هو مشروع أولي بتفكروا أنكم تطوروا أكتر ترجعوا تشاركوا بمسابقات عالمية الحلو بالمسابقة أنه كل سنة إلها موضوع معين وأفكار معينة محددة هلا إحنا ما بنطلع على المسابقة كونها إنه مسابقة خلاص إحنا رح نقدم اللي عنا نشارك فيها نجيب نتيجة ونوقف بالعكس هسا المسابقة هاي خلنا نحكي بداية لمشاريعنا بداية لأفكارنا فهسا المسابقة لما يطلع أفكارك فيها وتبدع فيها أنت بعد المسابقة بتقدر تطور عليها تعرضها في الأسواق تعرضها لناس يتبنوا لك الأفكار هاي فإحنا من السنوات اللي راحت يعني السنوات اللي مضت في عنا أبليكيشن هسا على البلاي ستور عبارة عن لعبة تعليمية استني اللي هو القفصت عن هاد برضا عمناها الأبليكيشن وبعد على البلاي ستور وما منوقف عند المسابقة بالعكس هي بتكون زي مفتاح لأنا أو بداية أو نقطة انطلاق لأنا نعم يمكن اللي بتفاجأ من اسم الموضوع أو بتفاجأ من فريق أردني من مدرسة في إربد يحصل على جائزة بمستوى عربي وتقدم على كل مشاركين دول عربية الموضوع بالأردن ما بدأ مبكرا بدأ من فترات يعني أنا مثلا اللي بتذكره شي مثلا عشر سنين لورا في مدرسة اليوبيل مثلا هيك بتذكره ويمكن قبل ذلك فهو الموضوع موضوع تراكم ينوصل في هذا المستوى العربي أستاذ مثلا إذا ممكن تحطنا في أبرز الفرق أو الدول اللي نافست الأردن أعطينا شوية بعض من أجواء قطر ماذا حصل معكم هناك؟ والله هو بس تعليقا عن النقطة الأولى إنه مش مجهود شخصي كفريق أو كأستاذة أو كطلاق هذا مشروع كبير برجع من الوزارة وزارة التربية والتعليم كاملة يعني بتساند الموضوع هذا والفكرة هاي ويعني بالمناسبة أحب أشكر وزير التربية والتعليم على الجهود والتقانا قبل فترة وهو اللي أعز إلنا أن نشارك قد عطى أتاحنا الفرصة أن نشارك في المصابقة العربية والحمد لله كنا عقد المسؤولية يعني زي ما تقول إنه نتحمل المسؤولية ونروح نشارك طبعا يعني شفنا هناك فرق يعني مهيئ لها كل الدعم وكل الإمكانيات إلا إنه الحمد لله يعني إحنا بإمكانياتنا المتواضعة وطلابنا للمجتهديين وعقولنا النيرة يعني الحمد لله إنه قدرنا تمكننا من إنه نحصل على المركز الأول في هاي المسابقة وكمان لازم يعني كوزارة أو كمدرسة أو كشباب إنه دائما نبحث على على الأشياء هاي هاي أشياء بتنمي الفرد بتنمي المجتمع بتنمي الطالب والمعلم لازم يعني يبذل من وقته لو شوية بره الدوام بره الكذا فبكون يعني إن شاء الله إنه طلاب الحمد لله ما شاء الله عنهم برفعوا الراس ما حكيت لي من لنافسكم أكثر فريق في قطر والله الفريق الثاني طبعا اللي هو فريق قطري القطري الفريق اللي جاء بالمركز الثاني فريق قطري مدرسة أبو بكر أبو بكر السلمان أبو بكر السلمان نعم